بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بيكم في قناة هوجي روسي بيس او اكلات هوجي معنا النهاردة طبقات المهلبية والجلي بجد بجد حاجة سهلة جدا وتحفى طعم كريمي تنفع معاكي عندك حد ضيوف جايين لك اي حاجة بسرعة مش هتاخد منك وقت خالص بسم الله هنبدأ سريعا كده اول حاجة هنبدأ في طبقة المهلبية الاول معنا هنا تلات معلق كبار من النشا هنضيف عليهم معلقتين كبار من بودرة الكريم شانتي بصراحة حلو قوي خليه تعمل المهلبية تعملها حلو قوي هنضيف عليه هنا باكت من الفانيليا ليه 8 جرام من الفانيليا هنا نصف كباية من السكر هنضيف عليهم لتر من الحليب وهنا معلقة كبيرة من القشطة القشطة حلو قوي برضو في المهلبية انها تخلى تعمها كريمي وتعمها يبقى حلو قوي بس لو ما فيش عندك قشطة ما فيش اي مشكلة هنقلبها بشكل كويس جدا عشان هنبس النشا جمدت حاجة خفيفة تحت بس هنفقها كده كده الحليب اصلا كان معنا بحرارة الغرفة ما تحطيش حليب سخن خالص عشان او حطيتي حليب سخن النشا هتكتل معاكي قبل ما تحطيها على نار اصلا وبعد ما نقلب كويس جدا هنرفعها على نار عالية هنا صبعا انا اسفا انا حاطيت كمان معلقة قشطة كمان انا ما قدرتش اسيب القشطة في حالها بصراحة انا بحب القشطة جدا فانا ضفت معلقة كبيرة كمان كده معلقتين هنا بعد ما رفعناها على النار وقلبنا كويس جدا المهلبية بدأت تمسك معانا بالشكل ده مش هنسيبها تجمت معانا قوي عشان اصلا لان ما انتي بتسيبيها آآ بعد ما ترفعها على النار بعد ما تشيليها من على النار بتجمت كمان فمش هنسيبها تجمت قوي معانا اول بس ما تبدأ تتماسك مع بعضها بشكل كويس بشكل متوسط كده هنا بدأت تتماسك معانا ايوه هو ده القوام اللي احنا محتاجينه حلو قوي كده هنقفل نقفل النار بقى خلاص كده ونبدأ نصبها في الكساب بتاعتنا هنضيف في نص الكاس بس المهلبية او ثلاثة اربعة الكاس كده وبعد ما نسيبها آآ بعد ما نصبها هنسيبها تبرد وندخلها التلاجة وعلى ما ندخلها تبرد ونكون دخلناها التلاجة هكون آآ جاهزة الجلي بتاعنا انا ما عملتوش معاكو لانه مش محتاج اصلا انت هتجيبي باكة الجلي عليه كوبايتين مية هتدوه بيهم وترفعيهم على النار واول ما يغلو هتطفع عليه هي اصلا الجلي بقى مكتوب عليه التلاجة بتاعته يعني معروف يعني كوبايتين باكة جلي عليه كوبايتين مية وترفعيه على النار واول ما يغلي تطفيه النار والسبيه برد خالص تمام كده في الوقت ده المهلبية بتاعتك هكون بردت تماما هكون ميسكيت وبردت تماما تمام المهم يكون المهلبية برده والجلي بارد هنبدأ بقى نضيف الجلي على المهلبية بشكل ده في ناس بتبدأ بتحط الجلي تحت والمهلبية فوق فده طبعا لا بنفعش خالص القوام المهلبية تقيل قوي عن الجلي فلو انت عملت كده المهلبية هتنزل تحت الجلي فعمل لي زي ما انا عملت بالضبط تمام كده المهم تسيبي المهلبية تبرد والجلي يبرد تمام كده وبعد ما الاتنين يبردوا هندخلهم التلاجة اه اربع خمس ساعات انا في الغالب بعمله بالليل وبسيبها لحد الصبح طلعها الصبح تبقى قوامها زي الفل كريمي انا الديوب تبقى نفع معايا بص في المنازبات تبقى حلو قوي وحاجة خفيفة خالص في الاعياد في رمضان اه في اي وقت عندك ضيوفة عارفة والضيوف هيجيلك بكرة انا وانا بصور بصراحة اخلصت الكاس بس وانا بدوق طعمها انا مقدرتش يسيب الكاس بصراحة غير لما خلصته اه وبالف هنا يا وشفة ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اه دعموني بلايك اه واشتراك في القناة انتظروني في الوصفة الجاية ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة